السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الفيديو مستحيل أن تؤخر الصلاة عن وقتها نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كل واحد في حياته بيحب النظام في حياته كل حاجة بوقتها بيحب يحافظ على موعيد حياته وده أمر جميل جدا بل سبب من أسباب النجاح بفضل الله سبحانه تعالى يعني يحب يحافظ على موعيد كليته أو مدرسته أو شغله أو موعيد أصدقائه أو موعيد لقاءاته إلى غير ذلك فالاحترام للموعيد شيء جميل جدا جدا لكن زي ما احنا بنحافظ على موعيد الجامعة والمدرسة والدروس والشغل وكل ده يبقى من باب أولى أن نحن نحافظ على موعيد الصلاة لأنها صلة بين العبد وبين الرب الصلاة هي أهم شيء وأهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين وهي أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وبالله عليكم إن ده بتاع الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لما نكون إحنا بنعلم من داخلنا إن ده موعد مع الله معقولة أنا أتأخر عن الله سبحانه وتعالى مع إن حضرتك وده يقينا وأمر واقع لو المدير بتاع حضرتك قالك بكرة تجيني المكتب بتاعي الساعة إتناشر الظهر هتكون عنده من الساعة حداشر أو حداشر ونص بكتير صح ولا أنا بقول غلط؟ جبعا الكلام ده صح معقولة يكون المدير واحد من البشر يكون أغلى عند بعض الناس من رب البشر وهل مواعيد البشر أغلى عند بعض الناس من معادنا أو لقائنا مع رب البشر سبحانه وتعالى فيعني وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يعني الإنسان لما يكون صاحب قلب تقي فعلا يعظم شعائر الله وأعظم شعيرة من شعائر الله هي الصلاة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء لكن قال بعدها وجعلت كرة عيني في الصلاة وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترميذي بإسناد حسن من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار طبعا المرأة مش مطالبة لا بالجمعة ولا الجماعات في المسجد فليها نفس الأجر والثواب لها براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار لو صلت الصلاة في بيتها ولكن في وقتها قال جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فمن بين الأشياء التي تجعلنا نفوزه بدرجة الفردوس في الجنة هي المحافظة على الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والفردوس ده يعني من أعظم درجات الجنة لأن طبعا أعظم درجة في الجنة على الإطلاق هي درجة الوسيلة ودي درجة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط لكن الفردوس ده النبي صلى الله عليه وسلم لما دلنا على الجنة دلنا على أن نسأل الله الفردوس فقال كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى فالمولى عز جل يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون نشوف كلمة الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها خدوا بلكم هو مش بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يحبه الله بل قال له أي العمل أحب إلى الله أفعل تفضيل يعني أكثر حاجة الله يحبها من الأعمال قال أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي يا رسول الله قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ما شاء الله وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يعني حديث قدسي قال جل وعلا إني افترضت على أمتك خمس صلوات خدوا بالكم وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي لكم عهد عند الله أن يدخلكم الجنة لو حافظتم على الصلاة في وقتها إيه رأيكم بقى؟ وشوفوا بقى لما مالك الملك بقى ومالك الملوك الذي بيده مقاليد السماوات والأرض لما يعطيكم عهد بدخول الجنة يقول حافظوا على الصلاة في وقتها لكم عهد عندي أدخلكم الجنة ما شاء الله إن افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي فمن باب بقى إن احنا ما شاء الله ناس منظمين جدا في حياتنا بنحافظ على وقت الجمعة على وقت المدرسة على وقت العمل على موعدنا مع أي إنسان فمن باب أولى بقى إن احنا نحافظ على موعدنا مع الله سبحانه وتعالى لقاء مع الملك كل يوم على الأقل خمس مرات في خمس لقاءات مع مالك الملك ومالك الملوك تبث إليه شجونك وتبث إليه أحزانك وتسأله حوائجك وتتعبد لله سبحانه وتعالى وتزل وتنكسر بين يدي الله قال جل في علا واسجد واقترب كلما تنزل تحت تطلع فوق كلما نسجد كلما نرتقي ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة ومن المعلوم أنه ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة مئة سنة بفضل الله سبحانه وتعالى فكلما نسجد سجدة كلما نرتقي درجة في الجنة والسجود يكون في الصلاة فالصلاة سبب لخيرات كثيرة ويكفي أنها صلة بين العبد وبين ربي ويكفي أنها هي الركن الأسمى والأعلى بعد الشهادتين من أركان الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلاة لوقتها وأن يجعلني وإياكم من المخلصين وأن يجمعنا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر